تفضل أستاذ كل ما أقوله أنا نفهمهم معنة الحرقة متاحهم وقتها أنهم ما خدموش بتبيعة الحال بيش تلقاهم هذو أعداء راه الكورة تخلق أصدقاء وتخلق أعداء تبقينا أنا المرجع متاعي تعرف وين المرجع اللي قاله رئيس الهيئة السميرية متاع النجم الرياضي الساحلي معنة أنا سمعت كلام الحقيقة كي تلقى في النجم الرياضي الساحلي 75 مليون دينار 75 مليار ديون ولكن تبقينا شي يقول يقول لك الأستاذ السيد شرف الدين راه فانتني هذ لتوال البليي آخر معنتها نحبطوش عليه الراجل في جيك والراجل في كذا ما نكملوش عليه لأنه نواياه وقتها كانت حسنة وقفهم على لتوال وإحنا ما نشعل استعداد أنه ملتوها لتوال كانت نجم رأي لتوال فانتني قد مش كايا في شرف الدين والحال أنه رأي الوضعية مش كفيف بالنسبة النادي الفريقي هذه أموال سوري فت من عند النادي الفريقي في حين أندية أخرى قروض خذتها نحب الزمان لكن باسم لتوال يعني دين مثقل على لتوال أساساً هو النادي الفريقي الآن اليوم ما هو مثقل لي حتى شي هذه ديور كما قال لك احنا ختمة في الاختبار اللي تعمل أنه دين موثق يسال 63 مليار لا تطلب بهم ولا عنده النية بشي تطلب بهم ولا عنده من هنا الغادي ما عندها ولكن ناس فما ناس هو حتى 68 مليار يشكوا فيهم لا لا ما ينجوش شكك فيهم لا لا يقول لك حتى حتى مراقب الحسابات تم تشكك فيه وحتى الجلسة العام ما دي سارت عليهم المصادقة على التقارير المالية ما تم مش المصادقة عليهم هذا اختبار هذا اختبار أجري يا بإذن من المحكمة الاقتدائية بتونس من رأيتها وكل فثلاثة خبراء لول غالف ثاني غالف ثالث غالف ما لا المحكمة غالفة يعني شوف ما نبدأوش نهزه ونصبته معناتها أنا قتلك فما العديد من الأشيات يا رازل رأنا نحكي لك على الأشياء أنا نذكر في وقت ملوقات خمامنا بش نافلوا حفلة نادي فريقي كنت أنا تنقلت الخارج لأنه فما فمتني شكول معناتها عرضها كنوع من الحفيلات رقينا حفلة يعني الموضوع تتوى عند الانديا الأخرى فمتني سعرها تقريبا مئة وسبعين الف دينار ولا مئة وثمانيالف دينار توسي قالي ليش نوع هذا قالي خزينا الحفلة هذيك رأى متكلفة هذيك ثماني مئة مليون ثماني مئة الف دينار توسي يعني خرب المئة مليار سومة هذيك بدون بينصير معناتها مصاريف نقلها وشا احنا هو كذا يزينا عد وستاذ برابي بش نسل سويل سويل بركة كلمة بركة بش كلانك لحظة دي بوار ولا مشينا لغندا ولا مشينا الاهل اللعبنا ضد الاهل المصري ضد فانتي في عين سوخنا وقتها تعرف نقول لك حاجة يعرفوا هذي يهزوا معهم مصروف مصروف راهو يهزوا هذي ارجون دبوش يهزوا في 60 الف يورو معنتها يهزوا في 50 و40 الف دولار معنتها في كل ماشي تيصينا بلا حكاية 600 مليون سلم الرياحي بلا حاجة 600 مليون اختارنا منها في كل الفيديو سيد انا كلمة بركة بشن قولها يمكن انتي بديت من بدايات سلم الرياحي في النادي الافريقي سلم الرياحي لو ما زال ما تعينش المعلومات اللي بلغتني ما زال ما تعينش يظل يواصل المليارات يخلص في ديون وما زال مش متسمي على رأس النادي الافريقي الفترة هذيك هرون مشتر مع الجمعتين هيا الفترة هذيك الفريقي مسايد وزم مليارات مليارات المعلومة اللي عارض يزوز مليارات هذي ديكلارية لو تشوف العباد اللي جات حسابات حسابات معنى عباد اللي جاوا لفرنسو اللي وقفوا على سليم الرياحي بش يقلصوا معنى ديشيفر وهو ما عندوش حتى ضمان بش يشوف حاجة أخرى نوك تخرز نانتي قلت كلمة اللي كونوا الهيئة هذي مشكورة ماش فرحانة بالحكم نحنا نحنا نرجع ونقولوا بش العباد ما تتأولش كلامنا إذا كان فما فلوس مليم لصالح النادي الافريقي يعانينا برشة من أزمة مالية لازم ترجع النادي الافريقي لكن إذا كان زيادة الهيئة هذه نجم تثبت الهيئة الدفاع على سليم الرياحي وتقول الفلوس هذه دخلت وهي وين تصرفت هداية سند براءة سليم الرياحي نجم الهيئة والله العظيم وبكل صدق الهيئة هذه حذرت للباحث وقالت الكلام هذا قالت في الاختبار قالت المبلغ هذا موجود بقينا المحكمة نظرا لكونه حكم غيابي وانتي سيد العرفيين السيد مختار رأيه ما تقبل عليك حتى واشيق واذاك عليك وانتي نحن في حكم غياب ماذا تعمل حاصب اسكاندو قالت اسكاندو ماذا تعمل سيد نعمل نحن قاعدين بصدد الاستعداد يعني العود وكما أعلن عليها وفي تباية الحكم هذا ما نعترض عليه في نفس الجلسة ومتعل اعتراض مع الحكم الآخر لأنني عنده حكم رأيه ومحكوم بيش تفهم شنو يصار فيه السيدان محكوم بتسعمية مليار دو دي لار معنتها رأيه تسعمية مليار محكوم في الحكم رأيه واذاك انتعطى بيذر المأموات مانتا مش لعبة مانتا كيفاش العودة بيش تكون معنا العودة بش جيع ترذ على الحكام هذه وتعين جلسة معنا حالة خدومة هي معنا ويقدموا ايداته ومرجح ان المحكم على ذلك اتخليه بحال صراح ويباشر قضايا حكم نهائي حذور فما موعد للعودة ولا ميزان مش واضح والله ما هانا احنا رو كان قل احنا في خلال الملفات للقناهم صادرة مع انتها زدوا احنا في سأداد وفي سأداد العود تنبقوا يا رجل احكام باسم ناس اخرى فما سليم الرياحي ياسر موجودين الجمهورية التونسية هذا اسمه سليم بن مختار الرياحي لكن سليم بن محمد الرياحي سليم بن محمد الرياحي هذا المقيم في باجا مثلا تلقاه صادر حكم ولكن منشور التنفيذ منشور تبتيش زد سليم الرياحي اللي نعرفوه لا لا فدلك استاذ حتى من بالله موجودة موجودة الحكاية هذه اسمها معنى الكباس سليم الرياحي تحب تأكدن انه في حال خدوم والمطار تونس قرتاج مايتوقفش يعني في حال صراح ولا فهم يتطاف وثم في كل القضايا نحكي مش فقط في القضية يعني هو تأويد خلتون ما فهم مش حتى امكانية سليم الرياحي بش يحذر احنا بش كما نقوله بش نعملو اعتراضنا باعتراض بش يكون بتاريخ معين نقوله مثلا جوتينا اخبر دكوا واحد جامسي هو يهبط نهار واحد جامسي لكن عندو قضايا اخرين بالنفاذ العجل مويلو غير لا لا ما عندوش قضايا اخرى بالنفاذ العجل هيا في نفس الدائرة معنى في الدائرة كاملة بش تنظر في جامعة لا اي اكيد نجم بوصي 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 فماش دات واضح استاذ للعودة هني خط لك احنا بمجرد يعني كاملوا استعدادات لتحضير ملفات هذه موعد اقصى قديش على الاقل نخذ معلوم ما هو هو يعطينا الاشارة ونجهز القدوم احنا نقدم مسال بالاعتراض عين فيهم جلسة يقص هو التذكير ترجمة نانسي قنقر